اهلا بكم يوم في حلقة جديدة من برنامج اية في حكاية اية اليوم رسالة معلمنا يعقوب الرسول صح 3 اية 17 يقولوا اما الحكمة التي من فوق يعني الحكمة السماوية ايه سمات الحكمة السماوية قديس يعود بيقول لنا واما الحكمة التي من فوق فهي اولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مدعنة مملوء رحمة واثمار صالحة عديمة الريب والرياء وثمر البر يزرع في السلام الذي يفعلون السلام يعني ايه الحكمة التي نزلة من فوق يعني الانسان اللي عاوز يتكلم عن اي مفهوم صحيح لأي حاجة الانسان اللي عاوز يتكلم على ارادة الله على تكبير الله على تعليم الكنيسة على اي شيء عاوز يتكلم عليه لازم الانسان ده يكون عنده اولا القلب الطاهر يعني ما عندوش اي هدف غير انه يعلن مجد الله غير انه فعلا يعرف الصح ويتعلم الاخرين واذا كان يعرف حاجة يقولها بكل نقاوة قلب وبعدين يقول مسالمة يعني ما فيهاش نزعات يعني لو كنا بنخبط في بعض عشان نقول الصح والغلط يبقى احنا كلنا غلط لكن لازم الانسان يقدم تعليم الصح الطريقة فيها مسالمة يعني فيها سلام مع الاخرين مترفقة يعني ياخد القدامه بالراحة يتكلم معاه بهدوء ويمشي معاه واحدة بواحدة عشان اذا حب يفهمه حاجة مزعينة عند روح الخضوع انا ممكن اسمع رأيي الاقصادي ممكن اسمع رأيي احد لو حد اكبر مني وليه سلطة اكبر مني اخضع لي وفي نفس الوقت لو هو عليه مسئولية التعليم الاولى يبقى هو بيتحمل المسئولية لكن انا لازم يكون عندي روح الخضوة وبعدين مملوقة رحمة واثمارا صالحة يعني حياتي كلها نقية يعني ما ينفعش ان انا اتكلم عن التعليم الصحيح واتكلم الناس وانا حياتي ملخبطة ومخبط في كل الناس حوالي لكن فعلا انسان مليان بالرحمة والاثمار الصالحة مشهود لي من كل اللي حواليه وثمر البر يزرع في السلام يعني الحاجة بقى اللي مفهاش سلام دي ده كلام مش صحش كده برضو قديس عقوب قال الحكمة بقى التانية النوع التاني الحكمة العالمية الشيطانية قال حكمة ارضية نفسانية شيطانية حيث الغيرة والتحذب فهناك التشويش وكل امر رديع يعني لما يكون في غيرة وتحذب لما يكون في طريقة مش كويسة في معاملتنا الاخرين يبقى احنا مش بنقدم التعليم النقي الصحيح فعشان كده ايا جميلة قوي في رسالة قديس عقوب صح 3.17 اما الحكمة التي من فوق فهي اولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مدعنة مملوء رحمة اطمارا صالحة عديمة الريب والرياء ثمر البر يزرع في السلام لدينا يفعلون السلام لإلهنا كل مجد كرامة لابد امين اشتركوا في القناة